اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه جماعة الخير? ربي كله تكونوا بصحة وسلامة وسعيدة. النهاردة روحت بقى ايه كرفور كده قلت طبعا لازم نضعبس كده على كذا حاجة علشان رمضان كل سنة وانتو طيبين. دخلت لقيت شاب المصر ده بيعمل الفطير بتاع اه اللي هو اخواننا السوريين هو بسموه خبز سوري بس طبعا مشهور في كل بلاد الشام. بيعملوا بقى في العراق بيعملوه في بيعملوه في اللبنان مشهور يعني. لكن اول ما شفته كده وقفت صراحة رحت الخبز شديني بطريقة عجيبة. قلت له يا ابني قولي بس اعمل ايه بس الطريقة ازاي? قولي ايه دي عجينة عجينة يعمل لك كده عجينة بس طب قولي طيب سري قولي لا هي شوية دقيق بس عشان واخد راحته في الضرب انت عارفها مكان كبير ومش عارف ايه قاعد يقول لي كده وما ارضاش يقول لي السر نهائي. طبعا بيقوله بقى كل واحد وليه اسراره. بس بابا قالي ان هو ممكن بيحطه في نسبة من في يعني في الضيق نفسه نسبة من النشا علشان يعني ايه وهو بيعضي يعملو بايدي كده ما تقطعش منه بسهولة. فاهميني? قلت بابا ما هو خلص ويحضر لي كم واحد كده. بيكون انا لفت لفة محترمة. وهوريك معي ايه الحاجات اللي كنت بدور عليها. قلبت الدنيا. قلبت الدنيا علشان اشان انا يلاقي بقى خروب ولاقي اا مسلا اا عرقسوس ولا الحاجات دي مش موجودة في كارفور نهائي. طيب اللولو اخو كارفور بس بتختلف حاجات بسيطة. ممكن نلاقيها في كارفور طبعا. اه ده اه عزف اللولو لان انا يعني اعتبر مخلصة مخلصة للولو. مش عارفة بحبه جدا. بحس روه منظم زادة على اللزوم. وآآ بلاقي حكتب سرعة فيه. طبعا رحت وانتوا عارفين رمضان ما ينفعش من غير الطمر. صحي كده? الطمر يعني الطمر. الطمر بجميع انواعه. طبعا اه احنا ما بنحبش المحشي. بس انا بحب اللي هو ايه فيه شوكولاتة ولوزية. طعمه خطير خطير خطير. مؤلكوشي. اه ه ه ه. المهم افضل انواع احنا بنحبها. بحب جزء بيحب يجيب الانواع السعودية. اللي هو العجوة الصراحة غالي. آآ بس بنجيب منه حاجات بسيطة. اللي هو بتاع الوادينا مناورة بييجي هنا اكيد. وطبعا فيه مبروم وفيه حاجات كتيرة جدا من التمور الجيدة. احنا بنحبها. تمام كده? تمام. دخلنا كده واحنا بما انا بتمشق وعملت عجوا يا رب يا رب يا رب يا ايه الحاجات اللي انا عايزاها. لقيت بقى ايه التمر التمر هندي كده بالطريقة دي اللي هو امر الدين قصدي شايفين امر الدين عامل ازاي? اللي لا ايه حاجة زي كده فتحة جيبها شايف انا كنت مسكة اللي هو الغامق لانك مش عارف لانا اه ممكن ما لقش تاني فاهميني فمسكت الغامق طبعا رجعته في ثواني وخدت لانا كنت مسكة ده اللي هو الفاتح اللي مجيبه حاجة يجيبه لونها الفاتح ادي المقصرات طبعا دي ما انتو شايفين كده اه فوزو ولوز وكاجو وعين جمل بس احنا مخلصين دعين الجمل في رمضان فقط طبعا شايفين طبعا الفيمتو نازلت بقى فيه بفرابلة وفيه بكل حاجة بس اوليتي بحبوش انا ما بحبوش نهائي وكل سنة من طيبين عيد كريم فوانيس رمضان شايفين بقى رمضان عندنا بيجي على قده طبعا مزي مصر نهائي نهائي لأ مصر برضك عشان يكون محقة اه رمضان في مصر لي اختلاف تاني كده وطعم تاني صراحة اه الخليج ما بيش مش بيحطوا زينة بقى في الشوارع وانوار ولأ مش بيحطوا كده بس بقى احنا يعني متعاودين احنا نعمل ده بيوتنا يعني بيوت الجوة داخل المنازل نحط بقى تعليقات نحط انوار اه نجيب بقى اه حاجات جديدة زي ما انتم شايفين كده بنجدد في كل شيء في اه بالنسبة ان احنا ايه نعني نبقى في راحة نفسية الحاجات دي كلها بنحط فيها الطمور يا اما بنقول عليها الطمري يعني اه نحط فيها الطمور ممكن تحط فيها اللقيمات تحط فيها حلويات الحاجات اللي انتم عارفينها دي شايفين البراط الشاي ده عجبني جدا قلتوله لأ طلحوا لي كده عشان اصوروا بمزاج عجبني فعلا النظام والشكل كده الواحد الفخمة حلو يا جماعة وراحت يعني نفسية فعلا لما يبقى نفسيتك مرتاحة بتديك ايه بقى طاقة فهمت طاقة صح ولا الدين انتو قولي قولي للحقيقة صح ولا فطبعا اه شايفين دي كلها انواع اه طول ما احنا قاعدين بقى بنملى بقى الترامس اللي هي زي كده وبنقعد طول ما احنا قاعدين اه مثلا اللي يقرأ القرآن بياخد له كبات قهوة بالقهوة المرة المشهورة في سلطنة عمان طبعا مشهورة في الخليج مع الحلوة العمانية او الحلوة الخليجية بموجود في الخليج حلوة بردك بس الحلوة العمانية لها طعم خاص كده وجمال يا جواعتوني جواعتوني يا جماعة ما تقولوش كده لأ خالص شايفين شايفيني البرات دلعتو عشان اصورو عجبني جدا كده حسله كده اللي انا فرحانة بي مش فاهمة فالصراحة ما اشترتوش لاني لقيتو غالي يعني حرام لا حرام فطبعا انت عارفين بقى الكورونا والاقتصاد الصراحة الواحد ماشي على قده جدا كل هذه الاشياء آآ مختصة بقى ايه طبعا نحط فيها بقى تقديمات حلويات ضف جنة او هذه الاشياء مش عارفة بقى هيبقى فيه اغلاق ولا ايه في آآ في رمضان ربنا يا ربي يبعد بقى مرض الكورونا ده عشان خلاص جنة اكتئب تمام تمام كل هذه الاشياء اللي بيحط فيها المكسرات والتمور بأنواحها وده البرات شوف البرات ب18 ريال يعني حسبوها انتو بقى الريال ب42 جنيه مصري فاحسبوها انتو بقى الطائم يبقى اكيد فا شايفين بقى شايفيني المناظر يعني الفخامة 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 يعني الصراحة قلت بقى يا بيت يا راشا كده ايه انشتر على كم حاجة وان شاء الله لما يبقى معي فلوس ابقى انزل اشتري على طول ان شاء الله بس يا ربي بقى يكون ايه السعر سابدي اما يا ربي يبقى فيه تخفضات النص بالنص عشان ايه نشتري براحتنا احنا الستات بنحب التسوق جدا زي عانينا قدين شايفين معي ايه كل هزي الاشياء بتاع التقديم يعني صواني التقديم وحاجات زي كده جينا هنا بقى للمباخر دي كلها انواع مباخر وبدي حاجات بتاع بنحط فيها عطور اللي هي الكريستلات دي آآ ودي ممكن نحط فيها بقى بخور لبان آآ اللي احنا عايزينه شايفين اناقة ما بعدها فخامة الصراحة يعني ايه دو ادي التقديمات بتاعة آآ صنيات العطور بنحط فيها عطور كده عشان لو حد دخل علينا بنقعد نعطروا بقى كده وكل صنعون طيبين يا جماعة حط لي لايك لايك وتنسناش في اللايك دي بقى حاجات بقى كده يعني زينة نحط بقى اشكال بقى دي مباخر شايفيني الحاجات والله فعلا يعني انا لو هبخر هخاف هبخر فيها الصراح يعني حطها كده زينة قدام عيوني يعني او ممكن اجيب الحاجات ده بخر فيها لكن اللي فوق اللي اخليها كده ايه ستايل يعني آآ وحاجات يعني في غالي وفي رخيص وفي زي ما انتم شايفين كده ارجو بقى ما كنش طولت عليكم في الكلام وبقت رغي انا رغي انا عارفة صح حطي لي لايك شايفين يبقى ممكن نشتري بقى الحاجات دي وده التقديمات ان شاء الله يعني كنشان طيبين اللي خشل ضيف يبقى حاجتك بقى جاهزة جده في حاجة مغلقة علشان طبعا نقلق تريبة وهذه الاشياء اللي عايز بقى يشتري بقى آآ يعني حاجات بقى نقصة في المطبخ او كده اا اكتر حاجات بنعملها طبعا الكيكات والحاجات زي كده آآ كريم كراميل الحاجات دي تعال بقى خلاص كده نسيب هنا والروح سيبنا بقى من حلال المواعين وهذه الاشياء ونهتمي بنفسنا شوية والحنة ايوه الحنة بنعشى الحنة وفي حنة نازلة طبعا جزاة حمرة كده ان شاء الله نعمل نتحنى ونهتمي بنفسنا وكل سلام طيبين اديني لايك مع السلام احبكم في الله اختكم راشة والطعم هندي على العرش اسم رسولنا ورسمه اللي رسمنا شو مولاه هدم اعظم خلق الخالق اول رحم صنع الله لما رأى وقراه استبشر اشتركوا في القناة